يعني هذا الثري الفرنسي الذي اعتقد أنه سيشتري صمت الضحايا وسيشتري صمت الشهود وبل صرح بأنه يمكنه شراء حتى صمت السلطات ورجال الأمن والمسؤولين في العدالة مع الأسف اليوم أين وصل نحن ومعتقل في فرنسا طبعا من أجل معتقل في فرنسا من أجل تنوير رأي العام المغربي ربما عنده ما تبعش وحنا درناندو وصح فيه في هذا الإطار من أجل تسليط الضوء على هذا الملف هذا رجل أعمال فرنسي اعتقل في فرنسا بسبب شيكاية لمواطنة مغربية أربع شيكاية سنوضعها في لا بداية بشيكاية لمواطنة مغربية ومواطنة رومانية قاصر والمواطنة المغربية تم استقدامها من المغرب الدها معها الفرنسا وهي بنت السادسة عشر من عمرها يعني قاصر كيف تم ترحيلها إلى هناك يعني فاش كان نتكلم على جرائم التجار بالبشر نقف أمام أفعال نقف أمام أهداف اللي هي استغلال الجنسي لهذه الشابات خاصة وأن يعني تم تحويل هذه الشركات الواحد ضيعات الاستغلال الجنسي ولتوفير واحد الفضاء اللي فيه المخدرات وفيه كل أنواع يعني السلوكيات اللي غادي تخلي هات الشبابين حرف مدمرة مدمرة المستقبلهم وقدفعهم الانحراف كدفعهم السلوكات وهم في بداية جربتهم العملية اليوم هالتاري الفرنسي معتقل في فرنسا نحن في المغرب يعني أكثر من أربع شكايات على مستوى فرنسا لأن هناك ضحايا أخرى اللي ظهروا من بعد الاعتقال دياله في فرنسا هنا في المغرب اليوم وضعنا كذلك أربع شكايات هذا الأسبوع كذلك هنوضعوا شكاياتين لضحيتين تعرضوا كذلك الاعتداءات الجنسية من طرف المسؤولين عن الشركة بيطنجا